ترجمة نانسي قنقر وما تشد على الدوام من تطور متنام على جميع المستويات في ظل اهتمام القيادتين الحكيمتين في كل البلدين الشقيقين أكد وزير العدل أن اللجنة العليا لجؤون الحاج والعمرة وتنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حريصة على توأمة العمل مع وزارة الحاج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وفق استراتيجياتها الجديدة وأنها بدأت فعليا في الاستعداد لموسم حاج 1445 هجريا فور انتهاء موسم الحاج الماضي عبر سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين الوزارتين وخلال الزيارة جرى عقد اجتماع موسع تماما من خلاله استعراض مجالات التعاون والتنسيق في مجال الحاج والعمرة وبحث تعزيز أليات العمل المشترك ضمن إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم أشهد سعادة الوزير المعاودة بالخطة التطورية الشاملة التي دشنتها وزارة الحاج والعمرة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا منوها بما ستحققه من تنظيم مبكر لإجراءات تسجيل الحجاج ينعكس بأثره على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أن هذا الاجتماع المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والوقاف من مملكة البحرين ووزارة الحج والعمرة هو اجتماع لمشاركة تحديات وآليات التطوير في استقبال المعتمرين والحجاج بين البلدين الشقيقين والله الحمد تطرقنا لعدة أمور منها تسهيل إجراءات عبور الحجاج والمعتمرين من جميع المنافذ الجوية والبرية من جسر ملك فهد والله الحمد كانت مخرجات هذه الاجتماع في وضع آليات وضوابط تسهل وتسرع في مغادرة الحجاج والمعتمرين من مملكة البحرين أيضا تم التطرق إلى وضع إجراءات تخدم حملات العمرة والحج من مملكة البحرين وتسهل عملهم وخدماتهم للمعتمرين والحجاج في المملكة العربية والسعودية ونحن نشكر حكومة المملكة العربية والسعودية بغيادة خادم الحرمين الشريفين وسماويلي العهد ورئيس الوزراء لجميع الخدمات اللي يقدمونها لحجاج مملكة البحرين بشكل خاص وجميع حجاج العالم الإسلامي تباحتنا اليوم في جميع فرص التطوير وأي نقطة تحديات لمعالجتها وحيك تواجدنا فرص كثيرة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن من معتمري وحجاج وفرص لتحسين الإجراءات وإن شاء الله بتنعكس بشكل إيجابي على تطوير الإجراءات بشكل أفضل الحمد لله صارت تغييرات كثيرة في الفترة الماضية فيما يتعلق بالمقيمين في البحرين الآن فتح مجال لهم للحصول التأشير الإلكترونية وألغي شرط المهنة على أن أي مقيم في البحرين يستطيع أخذ تأشيرة لمدة سنة متعددة إلكترونية والقدوم المملكة وزيارة مكة أو المدينة أو أي مدينة في المملكة في أي وقت وهذا من تطوير إجراءات كبيرة ونتج عنها زيادة كبيرة في أعداد القادمين خلال تقريب العام الماضي أتى قرابة 93 ألف معتمر من البحرين وهذا نمو كبير مقاتم بالفترات الماضية ترجمة نانسي قنقر